مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هلنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص بغاز الامونيا غاز الامونيا شحال موحد يعني مبتدئ مو ربي مبتدئ في تربية الارانب كي سحب باللي هاد الاسماء بحالكة صعبة يعني واش اسماء طبية ولا مهنية ولا احترافية لا ضروري ان هاد يعني مثل هاد الاسماء ضروري اننا نحفظوها ان هي اسماء سهلة مشيشي حاجة غاز الامونيا غاز الامونيا اسموه وهو يعني ببساطة قاع مني كان دوزو من مكان دي الارانب كان نشمو واحد الريحة يعني شبه كارهة يا مشي كارهة ولكن الريحة دي الارانب انا تمنيتكن يعني كان الفيديو كي وصل حتى الرائحة يعني غازي نوصل لكم هاد الريحة اللي عندي انا يعني كان عندي شي اصدقاء عندهم يعني التربية دي الارانب مني كان ندخل اني كان دوز من حدا المكان دي الارانب كان نشمو واحد الرائحة هذيك الرائحة الحده ديالها على حسب النوع يعني الدرجة ديال الرائحة يعني على حسب الحده ديال الرائحة اذا كانت قوية بزاف عدوا بالله هذيك الارانب راهم عندهم غاز الانيميا عفوا الامونيا غاز الامونيا اذا شحن واحد كيمشي كيسمح في الارانب دياله يعني كيبقى ينقيع لهم من سمانة سمانة مثلا كي الناس اللي دايرين يعني واحد هو اللي كييراقب لهم هذيك التربية دي الارانب وذيك الشخص يعني ما كيقول لصافة يعني من سمانة سمانة ولا من يو واحد الوقت عاد نقدر الانانب يعني ننقيع لهم بالنسبة لهذا هذا خطاء كبير بالنسبة لهذا الموضوع هذا وهو اغلبية كيكون في التربية الارضية ان الناس اللي مربين تربية الارضية نديمة كان ننصح بليكاج يعني كما كتشوفوا معايا هذي الميكا هاي ميكا سميكا هذي الكاج كله دورت عليها بهذا الميكا هذي تحت ليه بعشرين دلم عشرين دلم مرة ما كتمشيش في النظم هانا كتربط ربطة عادية يعني المتاح ممكن انكم ديروا السلكي ممكن انكم ديروا يعني كتانة ولا كوردة ولا كتربطو على اربع جيهات انتو ما جيهة الثانية مهم مربوط على اربع الجيهات كتديرو الثقب في الوسط انتو ما واش في بالكم المهم هاد الشي كيوصل لمن كيوصل لواحد الاناء هاد الاناء ها هوا ممكن انكم تخلصوا منو وانتديروا في خنيشات وتحييضوا ذاك شي هاد الشي بالنسبة الليكاج ولكن كين نوع ديال المربي اللي هدي ديروا الليكاج ولكن في نفس الوقص دي نوفوح القاراج مثلا هاد الغاراج يعني مع اندو غيبة بواحد يعني كيدخل كيقول بالله صافينا راني راني مزيان دير تربية ديال الارانيب مزيان اولا شمش ما كتدخلهمش تانية تانيا مدايرش شي مكان دير تهوية كنوا متأكدين ان ديك الارانيب اللي كيكونوا بحالة في هذه الحالة كيكونوا ماشي نورمال ماشي طبيعيين اولا كتلقى الام الامهات من كيتلقحو يا اما كيرميو قبل الوقص المحدد ديالهم يا اما كيتعطلو في الولادة وكيبقاوا الاجينة في الكرش ديالهم كل شي من هاد الغاز ديال الامونيا علش هاد الغاز ديال الامونيا كيدير هاد الشي لانا الارنب فيه متل شوفو يعني كيتنفس تنفس عادي نورمال انا تا مثلا الشمس اذا تعردت الجسم تغير الارنب تعرضت الشمس تعرفت لأشياء المباشرة في الشمس انا توقف في التحصز من التي يعني كيفية Seychee لا توقف الااعذا انتما لاحظوا مع ايا انه هذه القاطعة ما كانت هذه انهم غير ماذبين يعني بالايخوظت مساء مهدا spirituality ف نفس الوقت ممكن انه إلا Nelson إذا تعرضوا لها يبقوا ينهتوا وفي نفس الوقت غاز الأمونيته ويجعلهم ينهتوا بزاف علش لأن جهاز التنفسي ديالهم يكون يعني مسدود إذا كان الجهاز التنفسي مسدود يكونوا متأكدين أن الأرنب ديالكم ما يعيش بواحد طريقة مزيانة خص ضروري التهوية إذا كان عاتف الناس الذين يديروا التربية الأرضية التربية الأرضية هذا المربية سيكون في الأول ينقي سيكون عنده الحماس ديالما يكون واحد يدير مشروع جديد يبقى ينقي من بعد كيبدأ يقول إيه وصفي خلي ثلاث سيمانة الجاية عاد النقي عليهم كل تيام اربع ايام خمس ايام تكتولي في سيمانة كيولي كي تكون واحد واحد يعني فضلات كتتكون وكتل ثقف السيمة يعني وخاك كتغسلها ما يمكنش أنها غاد يتحييد الريحة نحن كنا ندروع للريحة خاص المكان يكون مهوي إلى باغي الأرنب ديالك يكون مرتاح هذا الغاز هذا غاز خطير ممكن أنه يضيع مشروع كله يعني لما كان خص يكون مهوي لاحظوا معي أنني هنايا شوفوا الشميشة اللي ضاربة هاد الشميشة هادي راها كتوصلهم كل الصباح يعني كان نزله ليومر الغيطاء هاده هوا ولكن هاد الريحة هادي أنا قلت لكم كونوا متأكدين أنه راها ما عنديش أنا أتباك الله الريحة ما عنديش ديال الآن الأراني ما كانش اني شي واحد يدوز من حد الضار ومسلا يشم ريحة ديال الأراني أنا مشي راها ندير شي أرض قطعة أرضية ودير فيها الأراني براها ندير مغير في السطح ديالي يعني عندي الدويرة ديالي ودير فيها السطح دير فيها أراني ولكن أنا عاطيهم في الحقيقة وقتي بكله يعني ما كان تحرقش الشي جهائي اللي لمشيت الخدمة ديالي هاد ليه مترا كينا الأزمة ديال كورونا الفيروس كورونا عافاكم الله وعافا جميع المسلمين ويربي بعد عنينا هاد الوباء والناس يمشي الخدمة ديالهم بطريقة طبيعية إذن كي ما قلت لكم عاطي كل وقتي لهذا الأراني يعني كالنقية تنظيف اليومي بشكل يومي يعني المراقبة بشكل يومية كونوا متأكدين أن الأراني كيكونوا مساحين كيوليوا يعني يخدامين معاك يعني كي تلقحوا مزيان كي يولدوا مزيان كي يراقبوا الصغار ديالهم كي يخدموا معاك العربية كي يخدموا معاك إذن حاولوا أنه قاعد اللي دير الأخطاء من هاد النوع مثلا كان شي بيت وما مهويش حاولوا أنكم تهويوا يعني تخليوا مدخل ومخرج يعني يكونوا واحد تيار هوائي اللي كيدور كيحيل هذيك الروائح اللي كيناء في المكان بالنسبة للناس اللي ديرين في السطح صافي راكي كل الهواء يعني متجدد ما ميخافوش من تشي حاجة إذن غاز الأمونيا احدهم من غاز الأمونيا وكيف تعرفوا بيلي الحدة دياله بزاف راغي من الريحة دياله كما كنقول لكم دياله غاد يتشموا وغاد يتحسوا بها الراسكم نشوفوا الريحة وغادة مجهدة اعرفوا بيلي راديك الالانب حتى هما ارام مخنوقين من وممكن انه يضرهم وانتوما متعرفوش علاش علاش هذيك الالانب يعني شخص صادق له وشخص ما صادق لهش راه ممكن ان المكان اللي انتوما ديرين في الالانب راه ما مهويش العربية مهويش اشعة الشمس تحاموا واحد في كومنتر كيقول لكم واش اشعة الشمس ضرورية انا ما عنديش اشعة الشمس ممكن ان الشمس ما تكونش داخله عندكم الشمس راه معقيم مئة بالمئة ولكن القادية ديالتهوية ضرورية ماشي ماشي الطيارات الهوائية المجهدة يعني باش ميتصابولكش بالزوكام ولكن يكون المكان مهوي يعني كيدخل البرد وكيدخرج من جهة الاخرى صافي هذا هو انا مقدش نقول لكم يعني انا كل واحد غد يكون عنده اه مقاييس مختلفة كي الذي عنده بيت كبير كي الذي عنده بيت صغير مهم ان يكون عندكم مكان دخول الهواء ومكان ديال الخروج دياله يعني المكان ديال الهواء كيتجدد المكان اللي عندكم يكون فيه الهواء متجدد بشكل يومي صافي وان شاء الله المشروع ديالتربية الالانبغة يكون ناجح مئة بالمئة. لانا هاد الغاز هادا ركين لزاف الناس اللي لمفاهمينش علاش شن هو الغالط اللي عندهم. والغالط هو هو ببساطة التهوية. التهوية ما ديرين عاش. اذا اه الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنساوناش بجير زر جام باش نتقى نصفت لكم فيديويات بحل هاد شكل هادا. كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم. الناس ما شاركوش معنا يشاركو معنا وتكيلوا على زر جام وتكيلوا على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.